رجل شجر احتلم فأفتاه بعض الناس بمجوم الهسر اغتسل فمات فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتله هل لا سألوا إذا لم يعلموا هل لا سألوا إذا لم يعلموا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الأعزاء المشاهدون حيثما كنتم تتابعوننا في الداخل وفي الخارج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألقاكم في هذا العدد الجديد من حصتكم هل لا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر ألقاكم في أسئلتكم التي بعثتم بها إلينا عن طريق البريد الإلكتروني البريد الإلكتروني الذي يظهر بين الحين والآخر أسفل الشاشة في هذه الحصة المسجلة كما يظهر أيضا في الحصة التي تأتيكم على المباشر كما يمكنكم أيضا متابعة الحصة عن طريق الرابط الذي يظهر أسفل الشاشة رابط التلفزيون الجزائري من خلال هذا الرابط يمكنكم متابعة الحصة كما يمكنكم أيضا إعادة مشاهدتها كل التوفيق لكم إن شاء الله حتى نزاوج بين الأمرين لمن كانوا يشكون بعض الخلل التقني أيها الأعزاء أسعد بلقائكم مرة أخرى وهذه أسئلتكم التي أتابعها واحدا بواحد وقد تصلني أحيانا بعض الرسائل التي يستعجل أصحابها الرد قلت أنا أجيبه تباعا على حسب ورود الأسئلة ومنش بعيد كثير على الأسئلة الأخيرة التي وردت إلى الحصة إلى البريد الإلكتروني فإن شاء الله تعالى يكون تحيين الإجابة عن الأسئلة من جهة ثانية للأسف أحيانا بعض الأحيان وإن يعودوا لإعادة السؤال على أساس أنهم ما شاهدوش الحصة ربما فاتت وما قدروش يتابعوها بعد هذا أبدأوا بالمفتتح بسؤال تقول سيدة أو سيد لا أدري عندما كنت أسجل في منحة البطالة وبالتحديد يوم المقابلة طلب مني الشخص الذي يقوم بالتسجيل في القائمة مبلغ خمسين دينار مع العلم أنه لم يطلب منا ذلك في الأيام السابقة أو الأيام التي بعدها وحتى في ذلك اليوم عندما استلم شخص آخر القائمة لم يطلب أي مبلغ أقصد أن ذلك الشخص كان انتهازيا الكلام ميتوزنش مع بعضه أقصد أن ذلك الشخص كان انتهازيا واستغل بعض الشباب في جنح الليل بحجة أنه سهر الليل لكي يقوم بتسجيلهم السؤال هل هذا المبلغ يعتبر رشوة أم لا وما هي الكفارة إذا كان كذلك بالنسبة للرشوة هي ما يقدم من مال أو من كل ما ينتفع به والحكم قائم سواء أكان هذا الحكم عند القاضي أو عند رجل الإدارة أو عند مختلف المصالح دون أن أسمي مختلف المصالح فإذا كان إنسان دفع ملف ودفع معاه مبلغ مالي هذا يسمى صريح الرشوة لأنه لما يفرى الموضوع خلاص أعطاولوا الوثيقة داها وبدون اشتراط بينهما شيء ومبعد الإنسان قدم حاجة هذا الحاجة التي قدمها تسمى هدية ولا تسمى رشوة طبعا لما نقول تسمى هدية الحكم أيضا لا يعني الجواز دائما لا يعني الجواز دائما فقد تكون الهدية أيضا محرمة لماذا؟ لأنه هذا الإنسان نحن عدنا في الفيق يقول إن كان بينهما خلطة متخلطين بنتهم أم والفين يتهدوا بعضهم من عاد يهدي له أما أنه هذا الإنسان عمره ما هداله في حياته وكتش هداله هداله كي جاء كي جاء يقدير صلحة في الإدارة أعطاله مبلغ قالوا والله هدية مني ما تقرهاش نقص هدية مني لا هذه قرية النقص هذه تسمى رشوة إذا كان مدهاما بعد تسمى هدية والإنسان اللي راح خالص على الشيء في الأصل ما يجوز لهش أنه يأخذ راح خالص على الشيء هذاك خدام عنده راتب سواء من مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة راح خالص على هذا الشيء هذاك سألك عليه هذا الإنسان لا يجوز له أن يأخذ أن يأخذ بعد ذلك من أي مال مقابل هذا ما يعطى له الآن الآن هذا الإنسان خاصة إذا علمنا بأن هذا الشخص هو انتهازي كما توصفوه في السؤال ويطلب من الناس وقبل ما تفرى المسألة هذه تعتبر رشوة طيب الإنسان إذا وقع فيها ما هو ما هي كفارتها كفارتها بالنسبة للذي يعطي المال يمد المال كفارتها التوبة إلى الله تعالى والإقناع عنها والعزم على عدم العودة إليها هذا اللي يمد أما الإنسان اللي يدي هو اللي يخذ هو اللي يخذ هذا كفارته أن يرد المال إلى صاحبه المال يبقى مال حرم مشتعك أخذته بغير وجه حق وعلى هذا الأساس وعلى هذا الأساس أنت أراك الآن تتكلم على أنك مديت فلما نقول مديت فالذي يتوجب في حقك من كفارة التوبة التوبة إلى الله والتوبة إلى الله أن يندم الإنسان على ما فعل من حيث أنه من حيث أنه عصى الله يقدر يندم الإنسان من حيث أنه قد أضر بنفسه قد أضر بنفسه مد الرشوى وحكمه متلبس وأدخلوه السجن هنا يندم يندم ولكن يندم لأنه لأن السجن هو اللي ندمه طبعا السجن ندمه ويقدر الإنسان بعد ذلك تحسن نيته النية تتبدل وتتغير أنس رضي الله عنه يقول في الحديث الصحيح جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطيني مالا أعطيني فأعطاه مالا بين الجبالين مال يعني فرجع الرجل إلى أهله مزهوا مزهوا فارحا بهذا المال فكان يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يقول أنس فكان الرجل يسلم بهذا السبب محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر غير قولوا أنا مسلميني مدلكم قال أنس فكان الرجل يسلم لا يريد إلا الدنيا ثم يحسن إسلامه فتصير الآخرة أحب إليه من الدنيا وما فيها يمكن الإنسان يغير نيته يعني كان جزاؤه بسبب الرشوة دخل السجن يندم على أنه دخل السجن وتحطمت حياته وتوسخ الكارة انتاعه الوثائق انتاعه قدام الناس ولكن بعد ذلك يتكاك بينه وبين الله ويقول لك يا ودي أنا قبل ما خسرت حياتي وقبل ما دمرت حياتي وقبل ما دمرت أسرتي وقبل ما درت وقبل ما درت إنني قد عصيت الله وارتكبت ما يخالف أوامره ارتكبت النواهي اللي لنهى عنها أنا درتها هذا والأساس على هذه اللي قلت يندم من حيث أنه قد عصى الله تعالى هذا هو الأساس من حيث إنه قد عصى الله يندم وحدا يشرب الخمر مثلا بعد يسرف على نفسه وبعد يسرع له مارض فالمرض يندم يندم على أنه شارب الخمر هذا الندم ما ينفعش الندم من حيث أن هذا الشخص قد عصى الله بشربه الخمر طبعاً ما يمنعش أنه الإنسان يندم بسبب المرض الذي أصابه بشرب الخمر ومن بعد من بعد يتكاكى العمر ويقول واشدرت ها بسبب معصية الله تعالى والبعد عنه أصابني ما أصابني يا رب إني توبت إليك مما قد كنت أفعل طبعاً باب التوبة مفتوح لكل الناس بش من ضيقوش على الناس نقول لا خلاص لا باب التوبة باب الله مفتوح لا يولق لا يغلقه الله تعالى ولا يمل أن يغفر لعبده كلما أذنب وعاد إليه بل هو أشد فرحاً مما نتصور والحديث يعرفه كل الناس التائب الذي تاب إلى ربه وأخطأ في تعبيره والله تعالى فرح به حتى يعني يفرح به هذا كالإنسان من فرح تعالى التوبة نتعوه مما لقي ناقاً نتعوه والله أشد فرحاً منه هذه الكفارين دم ويعزم على عدم العودة إلى هذا الدم خلاص قال مليون من زيتش مستحيل نزيد المد نترح سيد أو لا سيد يقول والدتي مريضة منذ 25 سنة تقريباً ربيش فيها ويعافيها لديها عروق في رجليها يوجعها إذا كتبت بالدرجة يوجعوا ذهبت لأطباء كثيرين وكلهم يقولون ليس بها شيء وعندما تذهب للراقي يقول لها عين أو رباط وهي لحد الآن مريضة بما تنصحها شيخانا الكريم أولاً أحب أن أقول الذهاب عند الطبيب للكشف للعلاج أو للكشف الدياغنوستيك للكشف الطبيب يقول لك مكان والو ما عندك والو الأشعة الأجهزة أن تعلم ما بينت عندك حتى مرض مكان حتى مرض هل يعني هذا أننا خلينا الطريق ما هيش طريق الطبيب بالضرورة أنها تكون الآن أمر تعرقيا لا ليس بالضرورة ليس بالضرورة ليس بالضرورة لأسباب كثيرة السبب الأول أن الأجهزة لم تتمكن من الكشف الصحيح لسبب من الأسباب أو لخلل من الإخلالات احتمال وارد نعم احتمال وارد قد يكون الاحتمال ضعيفا ولكنه وارد هذا وحدهم الأمر الثاني الأمر الثاني اللي حب نقول نقول عليه بعد القاعدة الأولى أنه مشيكي ما صبتش عند الطبيب معانتها بالضرورة أمر تعرقيا الأمر الثاني اللي حب نقوله لهذا الراقي 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 اللي يقول بللي عندها عين أو ارباط طيب انت أيها الراقي أيها الراقي وأنا أؤمن بالرقية وأنها وسيلة من وسائل العلاج ووسيلة من وسائل الشفاء والقرآن كريم الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو لذين آمنوا هدى وشفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء كما يكون شفاء للقلوب شفاء للعقول وشفاء للنفوس قد يكون شفاء حتى إذا قلت هذا الكلام حتى لا يؤول على أنني أهاجم الرقية أو لا أريدها لا أريد أن أضع كل شيء في وضعه الصحيح في وضعه الصحيح حتى لا يأتي الراقي ليعالج مرضا عضويا ثم يتهم الدين ويتهم القرآن وتتهم الرقية لا كل شيء في موضعه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه نعم كان يرقي نفسه وأذن لأصحابه أن يرقو ولكنه عندما مرض في آخر عمره صلى الله عليه وسلم علم بأن المرض الذي أصابه ليس علاجه ليس في الرقية ولذلك كان يأتي بالأطباء كان يجيب الأطباء يجيب الأطباء والأطباء يجيب الأطباء ثابت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجلب الأطباء سيدة عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح البخاري يقول لها ابن أختها ابن أختها عروة ابن الزبير ابن أسماء عروة ابن الزبير يقول يا خالة على عائشة يا خالة أنا خالتي أنا من تعجبش من معرفتك الحديث والأحكام الفقهية وما إلى ذلك فزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد قال هو من تعجبش من معرفتك الأشعار وأنساب العرب فأبوك أبو بكر الصديق وأبو بكر الصديق كان معروفا بأنه نسابة يعرف أنساب العرب ويعرف بطونهم ويعرف انتماءاتهم يعرفهم كامل قال من استعجبش ببكاه ليك ولكنني أعجب من معرفتك الطب منينجك الطب فقاتلوا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض كان يجيب الأطباء وهي كانت نبيها تتولى تتولى الخلطات اللي ديرهم الطرق اللي ديرهم فرفدت رفدت عليهم رضي الله عنها سيدة عائشة في الفترة الوجيزة هذه الفترة الوجيزة ولأن الطب ما كانش متطور يعني ما تركز على أشياء بسيطة بداية لكن محل الشاهد هو أنه النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على الطب في محله اعتمد على الرقية في محلها واعتمد على الطب في محله ومرات نحن نخلطه تعال الرقية روحه عند الطبيب وتعال الطبيب روحه عند الرقية ما نعرفهش وأغلب الأحالات الناس يفسرها بالرقية ما يفسرهش بالطب ينوضي عيط الإنسان في الليل مباشرة يدهه للشيخ ما يخبوش يدهه للمستشفى لعله أصابته نوبات من النوبات لا مباشرة يدهه عند الشيخ السؤال المطروح أنت أيها الإنسان أنت درت تحاليل للشخص هذا وعرفت باللي يستهل من ديوه عند الشيخ ومن ديوهش للطبيب درت له تحاليل درت له تعيار عندك علم في الموضوع باش قدرت باش قدرت تشخص لا ولذلك ولذلك نقول للرقات أيضا الرقات أرجوه من الرقات أرجوه كلام أنا نقوله كلام هذا كلام كلام عن تجربة كلام عن واقع وكلام يقوله رجل خبير بهذا الموضوع نقول 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 للرقات نتمنى منهم أنهم يخافوا ربي شوي ولا بزف يخافوا ربي عندما يعجزون وعندما لا يعلمون أن يقولوا لا نعلم ما نش عارف ما بنت ليش الله أعلم ما هوش لما تسقسيه سؤال رحت عند رحتي عند الطبيب إيه رحت وش قل لك الطبيب قل لي ما عندك والو لعلك ما درتيش تحاليل لا لا شيخ درت كل التحاليل وش خرج التحاليل التحاليل كلها سلبية إذن يميز بالتقريب قلوا بلك عندك عين كيف أش عرفت باللي بلك عندك عين كيف أش عرفت باللي بلك عندك رباط كيف أش عرفت باللي عندك مس من جين كيف أش عرفت باللي عندك سحر قديم لا هذا بلك داروا لك سحر قديم كيفاش عرفت بلك هذا جن عاشق الموضة اللي راهي موجودة عند فتاة يبدو عليها مسحة من الجمال ولم تتزوج ولم يكتب لها فيقول لها عندك جن عاشق هو الذي منعك منين هذا الكلام هذا منين منين هذا التحليل الدياغنوستيك هذا منين وش من الآلة المتقدمة اللي بعد سكانارو اللي قدرت بها تكتشف أيها الراقي هذا الحكم وهذا الاستنتاج كلام الله المعاناة في الواقع يعرف هذه المعاناة من يعيشها مع الناس ومن يعلم خباياها وأسرارها منين عرفت بأنه عندك مس من جن طيار منين عرفت منين عرفت بأنه عندك ريح ماشي جن عندك ريح يقرالوه ما يسقطش على الأرض ما يسقطش ما يطيحش يشوفوا زغط شوية قلوا عندك ريح تاجن ريح منين هذا منين هذا الكلام الرقاة في كثير من الأحيان من اتهمش نيتهم لا اتهم نياتهم ولكنني اتهم قصورهم وجهلهم أيضا بالموضوع يوسف عليه السلام عندما توجه إلى إلى توجه إلى عزيزي مصر قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم حفيظ إنسان تقي مو من خاف ربي نعدل ما نخونش ما نسرقش ندير العدل بين الناس هذه أخلاق عليم خبرة خبير عنده عنده الخبرة كمبيتانس كمبيتان ها زوج حواج زوج حواج مختلفين بعضهم كل وحدة وحدها كل وحدة وحدها بمعنى أنه لما نبحث عن ميكانيكي يعني ماذا بنا نحوث عن ميكانيكي طبعا هذا مش تهام معظ الله هني نتكلم نبحث عن ميكانيكي صادق و ما يخدعش لما يغير لك قطعة صغيرة يقول لك غيرت لك قطعة صغيرة يغير قطعة كبيرة يقول لك قطعة كبيرة يغير لك عدة قطعة يقول لك عدة قطعة غيرت قطعة يقول لك غيرت قطعة وحدة فقط جاتك جاتك ألف دينار يقول لك ألف دينار ما يقول لكش عشرين ألف دينار أنت ما تعرفشه وش دير لا صادق بسح هذا الصادق هذا بهذه الأخلاق الرافعة هل بالضرورة يكون ميكانيكي ماهر ويعرف الميكانيك كما ينبغي لا مش بالضرورة مش بالضرورة في يوسف عليه السلام جمعهما الخبرة والنزاهة والصدق والإخلاص ماذا بينا نجمعهم هذا جبتوا على المثال على الروقات صحيح أنت موصوف بأنك تقي تخاف ربي ما تديرش الشركيات ما تديرش الخزعبلات ما تديرش ما تديرش ما تديرش ولكن هل عندك علم العلم شي آخر هل عندك علم بالموضوع وكي ما تعرفش أخي قول ما نعرفش ما تربطش الناس رك قدرت لهم تديرهم رباط ماذا معنى رباط رك شديتهم للمرض ومرض الطبيب أنت بكلمتك عندك عين ولا عندك رباط ولا عندك جين ولا عندك ريح من الجين ولا عندك مس من الجين ولا اعتباطا من غيري أن تكون أن يعبر عن الحقيقة رك 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 مردته رك مردته لماذا لأنه خلاص ينسى الطبيب ولعل داءه عند الطبيب ينسى الطبيب يشد فيك أنت يشد فيك ولما يشد فيك ترقيله 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 بعد مدة مكنواله تقول له الله أعلم يعني شوف يوش يدير يقول يحوس على راقي ثاني ويحوس على راقي ثالث يحوس على راقي رابع طبيب ينساه وإذا كان راح الطبيب بعد أربع رقات أو خمسة يعني بعد مدة الطبيب يقول له الطفرة رك جيت متوخر بزاف المرض راهم شافيك لو كان جيتني منهار لو كان عالجتك بمعنى أنه فيه أخطاء قاتله فيه أخطاء قاتله يعرف هاللي راي يعيش في الواقع وهذه الأحكام التي يطلقها الرقات بكل بساطة والله راهي موجودة بكثرة جدا أسمعها في كل لحظة وفي كل حين موجودة بكثرة في أرض الواقع وراهي تقتل في الناس وتخلي الناس يعيشوا وحد العالم بعيد ما هوش حقيقي عالم تعأوهام مع إيماننا بوجود الرقية في محلها عندما توجد متطلباتها أما في كل دورة في كل لحظة يمد العنوين هذه اتقوا الله لنتق الله في هذا الأمر الأمر ما هوش سهل من قال لا أعلم علمه الله كي تغيب عليك مشي كي يرعش لك الإنسان يزغض لك شكو اللي قال لك كي تقرأ عليه القرآن ويصاب برعشة شكو اللي قال لك بأن هذه علامة من علامات المس المس يعني حبيت نقول باش ما تتهمنيش بالجهل بأن من كان به هذا صحيح أننا إذا قرأنا عليه القرآن أصابته هذه الرعشة ولكن من أصابته الرعشة عند قراءة القرآن لا يعني بالضرورة أنه مصاب لا يعني كانش تلازم إذا وجد إذا وجد لي ألم في الرأس صدع ثم بعد ذلك بعد مدة أكتشف بأن سبب الألم هو الدرس هذه حقيقة ولا لا حقيقة درس طيب الآآة تقول لي تدي لي قاعدة أن الدرس ألم الدرس يسبب الصداع حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة عندي صداع لي ما يعرفش الجاهل لي مارسوها الرقاط يقول له عندك ألم في الدرس لا مش بالضرورة هناك ألم التي صداع هل يأتي هل يمكن digital يمكنí zone يقد Transport Trip ألم العين يقدر يمكن ناتج عن ضربة شمس يقدر يمكن ناتج عن أمراض كثيرة لا تعد ولا تحصى الخطأ من يوقع فيه يوقع فيه الرقات أنه ألم الضرس أدى إلى الصداع إذن الصداع ناتج عن ألم الضرس ليس بالضرورة كل ألم الضرس يمدلك صداع نعم لكن ليس كل صداع يعطيك هو سببه سبب الضرس هكذا نفس الشيء تتعالج في هذا الموضوع طولت فيه عمدا لماذا لأنني أرى بأن آلاما في المجتمع السببها سببها الرقات عندما يجهلون عندما يستحيون أن يقولوا لا نعلم وعندما يحترفون الرقية وعندما يخلطون ويضربون خبط عشواء قال يشوفوا منها أنت وقيلها عندك لا أنت يظهر لي أنت عندك بين بين فيك فلنتق الله يظهر لي هذا الأمر هذا كله درته مقدمة الأختنا نشكرها على هذا السؤال لماذا لأنه حبيت نعالج به واقع واقع أن أوجهك أن أوجهك بهذا ثلاث أسطر لا أستطيع أن أوجهك إلى الحقيقة التي تعانيها والدتك ربيش فيها ويعافيها ولكن ولكن أنصحوا بتعميقي بتعميقي الكشف الطبي تعميق تعميق الكشف الطبي تعميق الكشف الطبي لأنه الرقية عمرها ما يروح عليها الحال ولكن الطبيب المرض تعال الطبيب عنده عنده أوقات وعنده مدة زمنية يقدر المرض ينتشر فيها ومرض الرقية ما يخوفش ولكن مرض الطبيب يخوف الإنسان لأنه يقدر يدير مضاعفات ولذلك ما انتهونش بهذا الموضوع زيدوا ديروا أنا نصيحتي نصيحتي ثلث سطر لموجودة نصيحتي تعميق الكشف الطبي وبالله التوفيق يقول سؤال لدي سؤال عندي مدة جاءت إلينا زوجة عمي ومعها ابنتها الصغيرة زوجة العم جابت بنت معها صغيرة وأنا كنت في المطبخ سيدة بعدها جاءت ابنتها الصغيرة ودخلت المطبخ وأنا حدقت فيها النظر حدقت فيها النظر حتى خافت وخارجت من المطبخ والآن رأني ندمة لأني تخنزرت فيها تخنزرت يعني مستعملة في الدرجة تعنا وهي عندها أوصول للغة ويخزر نظر إليه بمؤخرة العين موجود كلمات في الدرجة تعنا يخزر موجود يدنق هي أصلها دنق النظر أي حدق إليه مستعملة في جهات في الشرق وفي الغرب يعني موجودا ولا أعرف ماذا أفعل هل تكفي التوبة والاستغفار أم ماذا أفعل أنت لم تقصد الإساءة إليها ولكن مع ذلك يمكن أن تكفري عنها بأن تعاودي يدري لقطة أخرى جميلة معها تنسيها اللقطة الأولى هذا هو الحل الإنسان كي غلط مع الإنسان بلقطة يصنع لقطة ثانية خاصة بالنسبة للأطفال للأطفال تنصابغ فيها هذه النظرة وعلى كوح مشيق الأطفال فالإنسان مليح يعاود يغير هذه النظرة بصورة أخرى هذا هو الواجب عليك سيدتي وبالله التوفيق دائما نفس للسائلة تقول لديه سؤال هل الصائم الذي يشم رائحة الطعام وهو يطه يطه يعني يطه يعتبر فاطر لا رائحة الطعام الروائح التي تنتشر من حولنا روائح الأزهار أو روائح العطور لمن تشر من حولنا لا تفطر لا تفطر الصائم لا تفطر الصائم وإلا لكانت تفطر الصائم معنى المرأة ما تطبخش في نهاي رمضان لا وهي تطبخ في نهاي رمضان ولكانت الرائحة زكية وتطلع لا 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 حرج يقول الصاحب سؤال أنا أمتلك محلا لبيع الأدوات المدرسية ومنذ عام تقريبا أغلقت المحل لظروف شخصية وحاليا أريد فتح المحل لكن يوجد إشكال يقول الأدوات المدرسية التي ما زالت باقية في المحل كانت تباع بسعر وحاليا نفس الأدوات تباع بسعر مضاعف مرتين أو ثلاث مرات عن السعر القديم فحاليا بكم أبيع الأدوات المدرسية التي عندي في المحل هل أبيعها بالسعر القديم سعر العام الماضي أم بالسعر الحالي صحيح يعني إنسان من خوفه من الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان من خوفه من الله سبحانه وتعالى يطرح سؤال صحيح يعني هذا الورع بش الإنسان كإن إنسان تمر عليه حاجات وأشياء لا يبالي ولا يسأل ما يسألش فيها خلاص ما يديرش في باله كامل بأنه ممكن يكون فيها حكم فيقه ممكن فيها حكم فيقه ما يسألش ما يسألش لا يبالي لا يبالي في ماله من أين من أين اكتسب وفيما أنفق طبعا مشي كل الناس الحمد لله فيه ناس الحاجة الأولى سيد الكريم أريد أن أقول أقول لك بأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حد معين للربح لا يوجد إنما يمكن كما يقدر يبيح بالنسبة مئوية هابطا كما يقدر يبيح بالنسبة مئوية طلعا ولكن ولكن شروط هذه الشروط الحاجة الأولى لا يبيعها بأكثر مما تبع في السوق هكذا السوق يبيح ألف دينار ألف دينار وإنت تستغل جهل الجهل الشار الجهل المشتري ركعب اللي ما يعرف الشهر للسوق تقول له هيا نخليها لك سلسة سلسة دينار يتخدع بكلمتك يتخدع بكلمتك هيا نخليها لك سلسة دينار فهو يفرح ويظن بأنها فعلا ثمنها ربما ربعة ألف دينار أو ثلسة ألف وخمسمية دينار ثلسة مية وخمسمية وخمسمية وربعة ومية ألف يفرح يقول لك نديها هنا دخل الخداع أولا ركبعتها كثر مما تباعه في السوق طبعا كنقل تباعه في السوق بالتقريب واحد يبيح ألف دينار يعني 100 אלف واحد يبيح 90 אלف واحد يبيح 110 אלف واحد يبيح 120 אלف على بالي في السوق يدير 100 אלف ولكن الذي يبيح 120 لأنه زيد ليس كم يريد في السوق سيلا يريد في السوق مثلا أما أنها تباع في السوق أغلى ليس أغلى أفضل منتوج يدير ألف دينار وانت تبيعه ب 2000 دينار 200 ألف 300 ألف نقول لك رك تبيع غالي لماذا لأنه جاوزت سعر السوق والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما قالوا تسعى لنا قال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا كما على حساب راهم هما متفاهمين بنتهم راهم عالفين شحال تندير شحال الثمن الثمن انتحى فهذا الشرط الأول لا تبيعها بأكثر مما تبعها في السوق الشرط الثاني لا يحتكر السلعة يكونش محتكرها القاصد هو يخبها عمدا باش تطلع الثمن تحى وماذي بيحى لا هذا آثم لا يحتكره إلا خطئها هذا راه آثم لماذا لأنه أما صاحب السؤال صاحب السؤال صاحب السؤال ما هوش محتكر هو غلق المحل ودار في باله باللي خلاص ما يزيد شي بيع أو أنه راح يبدل السلعة يبدل الصنعة يبدل المواد اللي بيحها لكن عاود تفتح بنفس بنفس فإذا به عنده أدوات مدرسية شرها ب شرها ب مبلغ مبلغ معين لكنها الآن الآن راهي تتبع في السوق بأكثر من من هذا خلاصة خلاصة أقول يمكن لك أن تبيعها بشعر السوق الحالي ولو زادت على ثمنها أضعافا هذا في الحكم الفقه لا حرج صحيح أنه كائن لكن الآن نجب نفرق بين حاجتين أنه عندي السلعة جديدة السلعة جديدة وعندي السلعة قديمة السلعة جديدة تشبه السلعة القديمة تشبه السلعة القديمة لكن ما هي نفسها هذا لا هذا يتباع بثمنه هذا بثمنه بثمنه هذا ثمنه لأنه قد يقع غرر ويتخدع الإنسان هو في الظاهر يشوفها كيف كيف متشابها ولا كيف الحقيقة فيه أوصاف وهو رح قرى في الشبكة في الانترنت بل دخلت سلعة جديدة يروح عند المحل يصيب سلعة تقديمة تنبع آه رنسطها هذه نفسها وهي ليست نفسها هنا وقع خداع وقع غرر ولذلك هنا يبين بل هذه السلعة القديمة بالمواصفات القديمة وهذه السلعة جديدة بمواصفات جديدة لكن إذا كانت السلعة هي نفسها هذه أو تلك لي جبتها ضروك لي جبتها الآن تشبه تماما السلعة أعفوا تشبه تماما السلعة القديمة هذه الآن لك أن تبيعها بالسعر الحالي النبي صلى الله عليه وسلم صحابي كان أعطاه دينار باش يشتريلو شاتين باش يشيلو زوج شيا اشتريلو زوج شيا اشتريلو زوج باش يشيلو شات النبي صلى الله عليه وسلم باش يشيلو شات وحده فإذا بيه الصحابي اشتريلو شاتين اثنتين شاتين اثنتين بالدنار ومباد عاود باع شات وحده بدينار بمعنى أنه جاب للنبي صلى الله عليه وسلم شات ودنار جاب له شات وجاب له دينار معه وعطالو دينار شيشيلو شات شالو بيها زوج عاود رجالو عاود باعهم با واحده بدينار وجاب له شات وجاب له دينار فالنبي صلى الله عليه وسلم كي يذكره القصة قال بارك الله لك في صفقة يمينك بارك الله لك في صفقة يمينك هذا الصحابي كان بعد في العراق في الكوفاء كان صبح من التجار الكبار من أكثر أهل الكوفة مالا بلحقه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك صباحا دول مال مدفك فهذا يعني يشبه نوع ما للسؤال اللي طرحته والأساس في هذا أنه ما نغشوش الناس يعرف باللي هذه سلعة قديمة ويعرف باللي هذه سلعة جديدة من 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 اخدعش الإنسان من بيعش كثير مما هي في السوق بثمن فاحش لأنه ما يجوش ولازم نكون عارف باللي هذا الإنسان رع عارف السوق رع عارف باللي هذا هو الثمن تحا أما إذا ما كانش عارف وبعتاله بسعر زايد يقدر الإنسان يقول لك أنا سيارتي رع عارف راح للسوق وشاف سيارات سوى ميتين مثلا والإنسان هذا يلي شاف سيارته شاف سيارته بأنه سيارة جديدة ما زالت جديدة قال له لا أنا بحالك ميتين وخمسين ولا ثلثمية هو رأى شايف السوق ورأى عارف الثمن وشاف سيارة التع ميتين كيفاش دايرة وشاف هذه وعجباته وعارف باللي السوق هو ميتين وخمسين فقط ولكن لما عجباته هذه وملاها ما حبش بحق له ميتين وخمسين هذا جائز لماذا لأنه راح عارف السوق موش مخدوع بل صحيح جيء إنسان ما يعرفش السوق ويقول له هاي تشريه عليهم بحالك بثلثمية ها سمع لو كانتروح للسوق هذه ما تديها هاي تحت ثلثمية وخمسين وهي يدي الميتين مثلا هذا من غشنا فليس منا أو من غش فليس منا على العموم من غش فليس منا هكذا قال صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق تقول أنا يسرى من ولاية من ولاية سؤالي هو قمنا بتزويج أختي ومدرناش عرس كبير مشرطناش على العريس النعجل اللي يجيبوها العروس الناس والله تقولون علش مشرطوش نعجل نعجل الحلال قلت السؤال ما فهمتوش مليح مع العلم ما هر شرطناه وتم دفعه بصح نعجل ما درناش عرس كبير ما شرطناهاش للأسف شديد سؤالك سيدتي غير مفهوم الأختي يسرى سؤالك غير 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 مفهوم غير مفهوم لا الإنسان ما هو الشرطي شرط ما هو الشرطي شرط يقدر للإنسان يقولنا ها هي الشرط عليك يقولك هنيني بنتي ما ترجعش لي العشرة بينكما مثلا عاملها كما تعامل أمك وأختك عندي بعض الأسئلة يقول صاحب السؤال أشعر بالضيق في صدري وفشل في قدمي مع نبض فيهما وكذلك برودة قدمين وأفكار سلبية ووسواس وتفكير في الموت كل دقيقة ما الشيء الذي ما هذا الشيء ربي يحفظك أرى في المنام كذا أولا أولا الإنسان الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال النار شدنا لبعض الحالات بعض الأمور اللي ديرها الإنسان لو كان الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الإنسان هذا ناضف الليل ناضف الليل قبل الفجر ناضف الليل واستغفر ربي وذكر ربي هل تستحل العقدة وإذا كان ناظو صلى ودار قيم الليل تتحل عقدة واحدة أخرى وإذا كان صلى الصبح وإذا كان قادر أن يصليه في جماعة صلىه في جماعة تتحل عقدة يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى بهدوء يعطي الراحة لنفسه وكل يوم كل يوم كل يوم سيعيش لا شك لذة لا يعيشه هو في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم يديرش هذه يعني يصبح صباحة يروح ليها الصبح ويروح يصبح خبيثا نفسي يصبح خبيثا نفس والإنسان ما زكاش نفسه ما زكاش نفسه الصباح فهذه الأمور مليح الإنسان الضيق في الصدر كأن أشياء تشغل بال للإنسان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا bind النبي تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا د أتي كأن الله تطمئن القلوب هكذا قال ربنا سبحانه هذه قاعدة عظيمة هذه قاعدة عظيمة في الحياة سيدي الكريم سادتي أو الثالة الكريمة ever هذه قاعدة عظيمة في الحياة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الإنسان يجتنب بالمعاصي المعصية خزي المعصية دمار المعصية الشتيت للفكر دمار دمار للإنسان هذه كل هذه أسباب أنا ما نشعرف طبعا ما نشعرف ولكن حاول حاول أن تعود إلى الله وتلتزم بأذكارك وأورادك قال القرآن الكريم أخذ على عاتقك أن تختم القرآن ما تزيتش على شهر في كل يوم على الأقل جزء حزبين وتختم أقل من ذلك أو شهر كأقصى تقدير وإذا ما قدرتش فيه ربعين يوم على الأقل فيه بعض الروايات والأذكار تاعك التزمها النبي صلى الله عليه وسلم أعطرنا أعطرنا الأذكار أعطرنا وحد الأذكار قال إنسان لما يدخل يدخل البيت انتعو يدخل البيت انتعو يدخل يقول بسم الله توكلت على الله ولا عفوا بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا إذا دخل الشيطان يخاطب يقول له مخلاص مكانش المباتى اليوم بادي برجمه مكانش المباتى يخرج ويروح يعني مكانش المباتى ما يباتوش معاه يعني شوف حياة الإنسان يجي إياه كل يقول بسم الله يسمي الله يقول له مكانش المطعم لا مبيت لكم ولا طعام يروح يدخل يا جل الله أقداركم إلى بيت الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث يأكل بسم الله اللهم باتك لنا فيما رزقنا يروح يشبع يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين يروح يدخل للبيت انتعوه بسم الله ولجناه بسم الله خرجناه على الله يا ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله السلام عليكم يا أهل البيت يروح يرقد يروح ينام باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فاخفر الله وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجه إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت الحمد لله الذي أطعمنا يقيك يروح ينام الحمد تباح هذا الدعاء الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وكافانا وآوانا فكم ممن لا كافي له وكم ممن لا مؤوي أو لا مؤوي له يجي يخرج الصبيق يفطن من رقاة تاو يفطن من رقاة تاو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي رد علي روحي وعفاني في جسدي وأذين لي بذكره يجي خارج برا يروحي يخدم باسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجل أو يجل علي يجي يركب السيارة تعاون لا يركب الحافلة بسم الله الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت حياة الإنسان كلها ذكر حياة الإنسان كلها ذكر ولما نقول ذكر ارتباط مع الله يروح يصلي الفجر انتعوه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اجعل من بين يدي نورا ومن خلفي نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا اللهم اعظم لي نورا أو اللهم اجعلني نورا كل هذا كل هذا وش هو هو الحصن الحصن هذا الضيق هذا هذا هو الانتبيوتيك تعليق 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 الفشل هذا هو المضاد الحيوي سيدي الكريم هذا هو المضاد الحيوي لازم بقدر ما اقدم بقدر ما الزم نفسي تكون الاجابة تكون يكون رد الفعل بعد ذلك هذه الحياة اللي يعيشها الانسان عندما يعيش هذا يشعر بانه يعيش مع الله في كل لحظة في كل لحظة ينوذ مرقاد يذكر الله تعالى يمشي في الطريق يذكر الله سبحانه وتعالى يشعر بمعية الله له دائما جرب جرب سيدي الكريم جرب لعله شيخنا تقول انا متزوجة ورأيت في المنام لا كان سأل السؤال اول صاحب سؤال نفسه قال ارى في المنام ما نمشيش معك لا مع الاخ ولا مع الاخت لماذا لان الحصة استسمحكم استسمحكم فان الحصة حصة اجابة عن الفتاوى عن الاسئلة التي تطرح وليست اجوبة عن الرؤى والاحلام رغم ان فيه رؤى ورؤية المؤمن جزء من ست واربعين جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن احافظ على الحصة حتى تبقى حصة فتاوى وحصة اجابة عن اسئلة المتصلين او الذين رسلونا او يعني سواء فتاوى او انشغالات يعني كما مش الشرط الى الفتاوى في انشغالات في الحقيقة عندها جانب ديني قد تكون فتوى فقية وقد تكون نصيحة ونحن نتناصح فيما بيننا فاعذروني اذا لم اولا انا ما عنديش زاد في تفسير المنام من جهة ومن جهة ثانية ما حاولش اصلا مع الموضوع لماذا لانه نخلي جوهر الحصة في حقيقتها السلام عليكم تقول امي اعتمرت منذ شهرين ربي تقبل منها ومن كل المعتمرين قالت انها قامت بكل اركانها وهي ذات السبعين عاما اطال الله في عمرها يا رب لكنها كلما تنام تجد نفسها في مكة في مكة المكرمة وهي خائفة انها تكون قد اخلت في تمام عمرتها علاش علاش النظرة السلبية علاش مش يتقول باللي البرنامج مكة تثبت في قلبها اللوجيسيال انتع مكة تثبت 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 بالتعبير الفرنسي اللي هو بالإعلام سيتانستالي علاش من منقولوش باللي برنامج مكة تثبت في قلبها و من كثرة شوقها الى مكة والبيت العتيق والطواف به واداء الصلاوات فيه كل هذا جعلها شغوفة بها فهي ترى مكة في منامها ويسعدها ان ترى الكعبة في منامها ليس بالضرورة ان يكون هذا المنام عنوان نقصان سيما 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 وانها تقول انها قامت بكل اركان يا خلاص ديننا سيدتي مبني على غلبة الظن وليس على اليقين انا بالنسبة لي درت الاركان كاملة درت الاركان كاملة طيب ما عندك شو حد الصفر فصل صفر صفر واحد ممكن باللي ما درتش كامل لا ما يدرنيش هذا صفر فصل صفر ما يدرنيش هذا واحد بالمئة انه عندي شك لا شريعتنا تعبدنا الله فيها بغلبة الظن صليت صليت حالما صلى كاملة 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 اربعة ركعات با لك ركا غلطت ودل ثلاثة ركعات ما ظنيت شانا بالنسبة لي اربعة ركعات هي هي ما ليش بالصحة احتمال انك صليت ثلاثة ركعات لا لا سيدك لم تدرنيش هذا الاحتمال صليت اربعة ركعات صليت اربعة ركعات ما كانش احتمل انه ممكن لا ما كانش في العبادة ما كانش احتمل انه ممكن كانش لان ببساطة لان الله تعبدنا بغلبة الظن لا باليقين ما قال الناش لازم تكون متيقا مئة بالمئة بانك صليت اربعة ركعات ولا صلاتك ما ايش صحيح لا تعبدنا الله ولله الحمد والمن هذه نعمة عظيمة نعمة عظيمة من لا يدركها يعيش الوسواس الوسواس يتعالج بهذا القاعدة العظيمة يتعالج بهذه القاعدة العظيمة القاعدة الذهبية لا يدركها كثير من الناس وبالجهل 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 الناس كثير كثير يوقعوا في الخلل يوقعوا في الوسواس يعاود صلاته اوه العمر لازم نعاودها اوه الصلاة لازم نعاودها لماذا لأنه لا يعلم بأن الله تعبدنا بغلبة الظن يكفي عندك ثمانين بالمئة صليت ثمانين بالمئة ثمانين بالمئة بأنك طفت حول كعبة سبعة أشواط ودرت السعي بين الصفة والمرأة سبعة أشواط ومن بعد قصرت صليت ركعتين وروحت السعي بين الصفة والمرأة درت الحلقة أو التقصير نعم خلاص هذه احتمال أنه ما أدراك بأنه ستة أشواط سبعة أشواط ماشي ستة أشواط وبالك وبالك درت ستة أبرك لا أنت بالنسبة لي درت سبعة ولا ستة أنا بالنسبة لي درت سبعة انتهى فإن الله تعالى يقبلها سبعة يقبلها سبعة والحمد لله النقص تعانى النبي قال الله تعالى يقولوا روحوا شوفوا العبدي هلا هو منا وقفينوا روح شوفوا شوفوا شعنده كملوا له نقص رحمة الله واسعة نحن نضيقوا رحمة ربي نحن نضيقوا رحمة ربي للأسف الشديد يشار إلي بأن وقت الحصة وصل إلى نهاية سعدت بمرافقتكم أرجو أن تكونوا قد سعدتم بمرافقتي يمكنكم متابعة الحصة عبر الرابط الذي يظهر عبر الشاشة متابعتها أو إعادة مشاهدتها كما يمكن مراسلتنا عن طريق البريد الإلكتروني الذي يظهر على أسفل الشاشة إلى أن ألقاكم في عدد جديد من حصتكم هلا سألوا إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر